اشتركوا في القناة 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 ولا تجنبوا ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تحبسوا بهيمة ولا تقطعوا شجرة مصمرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا والكلام ده المصدر بيقولنا في تخريج مسند ابي بكر لكن المفاجأة بقى انه هو في ايه انه خلاصة حكم المحدث المحدث اسنده ضعيف والتخريج طبعا كل الكلام ده هتشوفوه التخريج اخرجه احمد في فضاء للصحابة وابنه عداية في الكامل في الضعفاء لكن الحديث اصلا ده ايه حديث ضعيف يعني بيستخدموا حديث ضعيفة انه ما تقتلش ان اخلا ما تعملش ما تقتلش طفل ما تغرقش زرعا ما كل ده كل ده طالع في الاخر حديث ضعيف صح طيب مارينا ما نيجي نفصصها كده ونشوف الكلام ده لو لو الحديث ده تقال نشوف ايه العكس اللي حصل هلهم فعلا عملوا كده ولا لا بالزبط وفي ايام النابي على فكرة رسول حرق رسول الله نخلبان النضير ادي اول حاجة مش هو ايه لا تحرقوا لا تقطعوا ها اه وقطع وقطع يبقى حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلبان النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله لزقها لله فاذا هما هل الاسلام دي ايه في القرآن المسلمين راحوا قطعوا النخل واللينا الزرعة الصغيرة ها بتاعة اليهود وبعدين الرسول قال دي يا جماعة ده بإذن الله الله هو اللي قال يعمله كده الحديث لعبد الله ابن عمر وده في صحيح البخاري وصحيح ونحطه على الشاشة وكله هو الرسول دايما يعمل للحاجة ها ويقولك قدر الله ومش يقفع كمان انا عايز اقولك في حديث ثاني برضو انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون عدو الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ده حكم خلاصة حكم المحدث لا يصح وإحنا هنحط المرجع دلوقتي برضو يعني دي حادثين من الضعيف ودي مفاجأة للمسلمين انه أرجوكم فكروا في الكلام وابحثوا في الكلام اللي انتو بتقولوه الاول قبل ما تقولوه لان المسحيين اهو مطلعين لكم اهو لقوه في الكتب بتاعتكم ده في الضعفاء ده ضعيف ده لا يصح لا يصح لا يصح أطلا غلط انه يتقالي الكلمتين دولة لانه الاسلام بني على انه قطع اتبح ولا اعمل كل ده خلينا نشوف في صحيح مسلم بيقولنا ايه الحديث سؤل النبي عن الزراري من المشركين الزراري اللي هم اللي هي للصغيرة الاطفال الصغيرة اطفال المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وزراريهم فقال هم منهم يعني ايه الكلام ده يعني هم بيعملوا عليهم غارة بالليل ومش بيحاربوا راجل لراجل بيطلعوا غارات بالليل والناس نايمة في سلم كده يعني اهه وانا هشوف هنتأكد من الكلام ده فبيقتلوا فيروحوا ايه قتلين الستات وكمان الاطفال اهه فراح الرسول قال ايه هم منهم كده ما يموتوا هم منهم فيقول لنا يعني ايه يا بيتون يعني بمعنى بيهجموا على يعني انت لما تروح تشوف تفسير النووي في تفسير الحديث في صحيح المسلم يقول لك بيهجموا على البيوت ليلاند لا بالليل مش أخلاق الفرسان حرب راجل لراجل لا خش على الستات العزل الأطفال اللي نايمين ويقتلوه يقول لك احنا مش بنفرق بين الراجل والست والطفل والكبير فبنقتلهم فبنتفاجئ ان فيه أطفال ماتت قال لك مش مش بنفرق عادي كأنهم صراطير هم منهم يبقى هل الرسول قال لك ما تقتلش طفل لا عادي تقتل الستات عادي نقتل الستات والأطفال عادي وكمان ناخد مسأل كمان في قتل الأطفال اللي حصل في بني كورايزة بني كورايزة قل لنا فيه كده في ابن ماجا الحديث الصحيحي يعني طبعا المصدر دايما هكون على الشاشة قدام الناس بيقولوا أردنا أردنا على رسول الله يوم كورايزة فكان من أنبت قتلة ومن لم ينبت خلي سبيلي فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي الراوي مين عطيها الكورايزي هو اللي بيحكي الكلام ده تعرض هذا الطفل يعني اللي هو صغير ان الرسول كان يكشف عن عمر الأطفال 11 سنة و 10 سنين و 12 سنة من أنبت يقول لك ده خلاص بقى إيه راجل بقى راجل اتباحوه من لم ينبت يسيبوه طب انت العشرة 11 سنة ده تفل رسه ده أطفال فقتل أطفال إيه بني كورايزة ففي واحد منهم اللي هو عطيها الكورايزين ده راح أسلم علشان هي يعني يعني ينخذ نفسي مش ناسي طبعا شاف مناظره ناسي عمل تكري ده مسلم حقيقي يعني ده طفلة رعب طبعا وإيه المنظر ده أصلا يعني التصور دي تتعامل لقطة فيلمة مثلا خراب إن الرسول والصحابة قاعدين يعروا العيال الصغيرة وعشان ده قتلوا لا ده خلوا ده قتلوا وفيه عيال صغيرة شباب يعني ولاد صغيرة بيشعروا بسرعة طفل عشر سنين يعني عشر حداشر سنة ده أطفال فالتصور المنظر بشاعة بشاعة الصحابة والرسول يقتلوا أطفال وبعدين هو ليه بيكشف عن عورته يا فرحة لو هو باين إنه هو كبير ما أنت هتقتله صح يعني ده أطفال أنت مش متأكد قوي يعني قتل الأطفال كان في الإسلام في الإسلام ويا مارينة كمان قتل الشيوخ مش بيقولك لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا صح طبعا هنشوف هل قتل شيخا ولا لأ في تفسير صورة المجادلة تفسير القرطبي الآية اللي بتقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاض الله ورسوله لو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشراتهم لأخذ الآية هنلاقي أبو بكر أبو بكر ضرب أبوه إزاي قال ابن جري حدست أن أبا قحافة اللي هو أبو بكر سب أبو أبو بكر سب النبي فسكه أبو بكر يعني ضرب ضرب أبوه سكى فسقط منها منها على وجهه نشوف إيه هنا يهين أبوه عشان الرسول قتل طبعا الرسول إيه أبو بكر ده عشان دراعه اليمين موضوع القتل أبوه ده لا ما ينفعش يا جماعة لأن إيه ده على طول حيعمل كسرة جامدة وده ده ده الوحيد اللي أيده في 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 الأول كده وقتل أباه أباه عبد الله ابن الجراح قتل أباه يوم نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح ده يعني في أحد يعني أبو عبيدة يعني في معرقة أحد أبيدة ابن الجراح قتل أبوه في غزوة أحد تمام واحد قتل أبوه واحد ضرب أبوه طيب عمر بن الخطاب قتل خاله عشرته من عشرته آه كلمة آه أنا يعني نقلها بالزبط أو عشرتهم يعني عمر بن الخطاب آه قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة يوم مبدر تاني يبقى آه آه من العشيرة عمر يعني بيقول كده يعني عمر بن الخطاب كتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة يوم مبدر تمام يبقى قادي ايه بيقتلوا الناس الشيوخه بالنسبة للعاص اه بعد ذلك يعني في سورة المجادلة 12 بتقول ايه ما هو بيقول 22 22 هو بيقول ايه لو قط لو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو عشرتهم أو إخوانهم إخوانهم أو عشرتهم ما هو طب ما آبائهم دي مش شيوخ مثلا الكبار وإخوانهم وعشرتهم الخال ده مش شيخ مثلا أو عشرتهم فالآية نفسها مفسرة نفسها صحيح ودي أسباب نزولها هم قتلوا ونزلت يالله ايوة لكن هنا الآية بتقول ايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حدا المسلم ما اشفاهم يودون من حدا الله ورسوله لكن هنا متفسر في التفسير مين قتل مين مين قتل مين طيب في الصارم المسلول ابن تيمية ابن تيمية في الحديث السادس قصة العصماء من تماروان بيقول ايه ان ابن العباس قال هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي بها الرسول بيقول يلا روح اقتلوا الستات فقال رجل من قومها انا يا رسول الله فنهضة فقتلك يبقى بيقتلوا ستات بيقتلوا شيوخ بيقتلوا اطفال بيقتلوا مش سايبين النخل بيقطعوا خليني كمان نورين اخوة المسلمين زي كان بيقتل النساء في سيرة نبوية لابن هشام بيقول ايه باب غزوة زيد ابن حرسة يعني ابن حرسة زيد ابن حرسة بروح غزوة فبينتها بيقول بيقول هم موضوع معروف شوية يعني معظم الناس تعرفه قتل ام قرفة ودي كانت ستة حكيمة وكان يحتكموا ليها أصلا فبيقول ايه أسرة أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوز يعني كانت ستة كبيرة كبيرة عند مالك حزيفة ابن بدر وبنت لها يعني أصرها هي وبنتها وعبدالله بن مسعدة فأمرها زيد ثم قدموا حارسة قيس ابن يعني يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا وقتل العنيف ده عملوا فيها ايه فرحة مسكوها بين جمالين وفيه حديث اخر بين فرسين فرسين وشقوها نصين واحدة ست ستة كبيرة عجوزة وخدوا طبعا بنتها ايه بنتها أسيرة أسيرة طبيعي يعني معظم اه للنكاح طبعا فده كان بيقتل النساء وبيقتلهم قتل ايه عنيف عنيف تصوري المروات بتتعنوها بتتعنوها وهي بتتعنوها بتردع ابنها بالليل اه بالليل وهي نايمة لا ينتطح فيها عن ذا اه وبعدين حط البتاع يعني اه وراح له الرسول قال له ايه رأيك عملنا كزا لا ينتطح فيها عن ذا يبقى بيقتلوا المرأة اه اه اشهدوا انها دماء قد هدر طيب مارينا بالنسبة لل اللي بيقولك احنا لم نهدم كنائس ولا صوامع ولا ولا بيع اشعاعات اه اشعاعات 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 في صورة الحج 38 في الآية اللي بتقولك قول الله وتعالى ان الله يدفع عن الذين امنوا اه تفسير الرسول والحج الاربعين بقى الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق قال الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع عن الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صوامع بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هل هنا معناها بلاش تهدم الصوامع وبلاش البيع وكده وكده لأ هنشوف ايه تفسير طيب نشوف انا انا مش هجيب تفسير من عندي عن الحسن انها بأسرها اسماء المساجد لتفسير المساجد المسلمين سيهدوها واحد او انه غزوة اشترككم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة